الحمد لله رب العالمين في الرئاسة خاصة في إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة التدريس والمدرسين على عنايتهم بهذه اللقاءات العلمية وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها أيها الإخوة نحن الآن في مقتبل عام هجري جديد وودعنا بالأمس عام هجري مضى من أعمارنا مضت أيامه سريعا وذهبت جميعا مضى بسرعة كبيرة كنا بالأمس القريب في مقتبل العام الماضي ثم مضت أيامه ولياليه بسرعة عجيبة ثم ودعنا ذلك العام ودخلنا في عام هجري جديد وهكذا أيها الإخوة هكذا يتصرم العمر يمضي بسرعة كبيرة وكل آت فهو قريب ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على أن يغتنم وقته وأن يتزود بزاد التقوى أن يغتنم وقته فيما ينفعه في الدار الآخرة وأن يتزود بزاد التقوى من الطاعات والحسنات فيحرص كل يوم على أن يزيد من رصيد الحسنات وكما قال الحسن رحمه الله ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى يوم مضى بعضك ويقول الحسن رحمه الله ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود أبدا إلى يوم القيامة أيها الإخوة والأحسن أن يداوم المسلم على أعمال صالحة يستمر عليها بعد المحافظة على الفرائض الفرائض والواجبات هذه لا بد من المحافظة عليها ويكون مع هذه الفرائض والواجبات يكون نوافل يستمر عليها حتى وإن كانت قليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن العمل الدائم وإن كان قليلا أنه أفضل من العمل الكثير منقطع وذلك لأن العمل الدائم فيه مميزات الميزة الأولى أنه محبوب إلى الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل الفائدة الثانية أن القليل مع القليل يكون كثيراً فلو أنك مثلاً حافظت على السنن الرواتب معنى ذلك أنك مع نهاية العام قد صليت أكثر من أربعة آلاف ركعة وعندما تنظر إلى هذا الرقم تجده كبيراً لكن القليل مع القليل يكون كثيراً لو أنك صليت ركعتي الضحى كل يوم تجد أنك مع نهاية العام قد صليت أكثر من سبعمائة ركعة الفائدة الثالثة أن من كان له أعمال يحافظ ويداوم عليها وعرض له عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك فإنه يكتب له الأجر كاملاً كما لو أدى ذلك العمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً فحرص يا أخي المسلم على أن يكون لك نوافل تحافظ عليها يعني مثلاً يكون لك صلاة ليل قيام ليل تحافظ عليها كل ليلة يكون لك مثلاً صيام نوافل كأن تصوم مثلاً ثلاثة أيام من كل شهر يكون لك ورد من القرآن تحافظ عليه كل يوم لا تنقص من قد تزيد عليه لكن لا تنقص من ونحو ذلك فهذه الأعمال التي تحافظ عليها مع مرور الوقت تكون كثيرة جداً وأيضاً لو عرض لك عارض فلم تأتي بها كتب لك الأجر كاملاً كأنك أتيت بها ولذلك كانت محبوبة إلى الله عز وجل أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل أيها الإخوة شهر الله المحرم هو أول شهور العام الهجري وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر الصديق وأول خلافة عمر كانوا يؤرخون بالتأريخ القمري ويؤرخون بالأحداث كعامل فيه المثلاً ونحو ذلك ثم لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبحت ترد إليه كتب لا يدري في أي عام تأتي مثلاً مؤرخة في شهر شعبان ولا يدري هل هو شعبان هذا العام أو شعبان من عام سابق فاجتمع الصحابة عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في وضع تأريخ للمسلمين وتشاور الصحابة في ذلك واتفقوا جميعاً على أهمية وضع تأريخ للمسلمين واختلفوا في بداية هذا التاريخ من أين يبدأ فقال بعضهم يبدأ من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يبدأ من أحداث سموها ورأى أكابر الصحابة أن أعظم حدث في السيرة النبوية أنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأنه بهذه الهجرة تكونت الدولة الإسلامية في المدينة وأصبح للمسلمين قوة انطلقت منها رسالة الإسلام ونور الإسلام فاتفق الصحابة بعد التشاور على أن يجعلوا بداية التاريخ القمري أن يجعلوا بدايته هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأصبح التاريخ الهجري ولذلك قال الهجري نسبة إلى الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي أن سنة الهجرة تعتبر سنة رقم واحد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة حجة الوداع في السنة العاشرة فتح مكة في السنة الثامنة وهكذا فإذن كانت بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاختيار من الصحابة اختيارا موفقا إن الهجرة هي من أعظم أحداث السيرة ولذلك اتفق الصحابة على أن تكون بداية تاريخ المسلمين منها ثم بعد ذلك تشاور الصحابة من أين يبدأ العام فقال بعضهم يبدأ من رمضان وقال بعضهم يبدأ من ذي الحجة ثم إن الصحابة اتفقوا فيما بعد على أن يجعلوا بداية العام الحجري من شهر محرم لأنهم رأوا أن شهر ذي الحجة يكون فيه الحج الذي هو خامس أركان الإسلام هو الركن الأخير من أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكرة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرم فرأوا أن الحجة هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويكون في شهر ذي الحجة فالأنسب أن يكون شهر ذي الحجة هو الشهر الأخير العام الحجري فجعلوا شهر ذي الحجة هو الشهر الأخير الشهر الثاني عشر وجعلوا شهر محرم هو بداية العام الحجري أيها الإخوة وشهر محرم هو أحد أشهر الحرم هو أحد الأشهر الحرم شهر محرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هذه الحرم الأربعة هي شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب ثلاثة متوالية ورجب مفرد هذه هي الأشهر الحرم وهذه يحرم ابتداء القتال فيها واختلف العلماء هل نسخ ذلك أو لم ينسخ والقول الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أنه لم ينسخ وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قاتلوا في الأشهر الحرم فإنما كان ذلك على سبيل الدفاع وليس ابتداء والممنوع فيها إنما هو ابتداء القتال فعلى هذا يكون هذا الحكم محكما غير منسوخ على القول الراجح هذه الأشهر الحرم يحرم ابتداء القتال فيها ولذلك يقول ربنا سبحانه من أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فنهى الله عز وجل فيها فنهى الله عز وجل عن ظلم النفس فيها وهذا يقتضي النهي عن جميع المعاصي ويقتضي ذلك أن المعصية في الأشهر الحرم أنها أشد من المعصية في غير الأشهر الحرم هذه الأشهر الحرم الأربعة هي أشهر معظمة شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب هذه هي الأشهر الحرم شهر محرم ورد فيه بالنسبة للفضائل ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام النافلة أنه في شهر الله المحرم وهذا يقتضي فضل صيام النافلة في هذا الشهر فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يستكثر من الصيام في هذا الشهر فإن الصيام فيه له ميزة وله خصوصية بل إن أفضل صيام النافلة إنما يكون في هذا الشهر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فمن كان من عادته أنه يصوم صيام النافلة في غير شهر محرم ينبغي أن يصوم في شهر المحرم هذه النوافل ويزيد ويزيد عليها لأن الصيام في هذا الشهر له فضل خاص ويتأكد من شهر محرم يوم عاشورة وهو اليوم العاشر من شهر محرم فهذا اليوم يستحب صيامه استحبابا مؤكدا وقد كان صيامه في أول الأمر واجبا ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ الوجوب وبقي الأمر على الاستحباب ومناسبة صومه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم وقالوا هو يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون وقومه قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وإن كان قد ورد أن صيام عاشورة كان معروفا في الجاهلية وكأن قريشا كانت تصومه في الجاهلية لكن أيضا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وجد اليهود يصومونه وأكد صيام ذلك اليوم بل كان ذلك واجبا في أول الأمر قبل فرضية صيام رمضان وهذا يدل على فضل صيام عاشورة وقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم بعد هجرته بعد هجرته من مكة إلى المدينة كان يصوم هذا اليوم وحده وفي آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وذلك لمخالفة اليهود طيب لماذا لم يخالف النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من حين هجرته من مكة إلى المدينة الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب فلما أظهره الله تعالى على المشركين وفتحت مكة وطهرت الجزيرة العربية من الشرك كان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يحب مخالفة أهل الكتاب ولذلك قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وهذا يدل على أن السنة لمن صامع شراء أن يصوم معه اليوم التاسع أو يصوم معه اليوم الحادي عشر فيصام معه يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا لمخالفة اليهود وقد ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وجماعة من أهل العلم أن أكمل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيصوم هذه الأيام الثلاثة جميعا وذلك لأمور الأمر الأول أنه يحقق بذلك صيام عشراء والأمر الثاني أنه يحقق صيام يحقق مخالفة اليهود فيصيام يوم قبله ويوم بعده الأمر الثالث أنه بذلك يصوم ثلاثة أيام من الشهر وصيام ثلاثة أيام من الشهر سنة قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة أوصى بها عبد الله بن عمر أوصى بها أبا هريرة أوصى بها عدد من الصحابة فإذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر الأمر الآخر أنه يستكثر من الصيام في شهر محرم قد ذكرنا أن أفضل صيام النافلة إنما يكون في شهر محرم كما دل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله فأكمل مراتب صيام الأيام الثلاثة تاسع والعاشر والحادي عشر يليها في الأفضلية صيام التاسع والعاشر لقوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يلي ذلك في الأفضلية صيام العاشر والحادي عشر يلي ذلك في الأفضلية وهي المرتبة الرابعة أن يكتفي بصيام عاشر والاكتفى بصيام عاشر ليس مكروها على القول الراجح بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لكنه في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فإذا لم يتيسر للمسلم أن يصوم معه يوم قبله ويوم بعده فلا أقل من أن يصوم عاشر وقد ورد في فضل صيام عاشر وهذا محمول عند جمهور أهل العلم على تكفير الصغائر وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة فأحث نفسي وأحث الأخوة جميعا على أن يغترموا هذه الفرص وأن لا يفوتوها وأن يحرص المسلم على أن يصوم عاشراء وأن يطبق السنة بالصيام يوم قبله أو يوم بعده وإن صام معه يوم قبله ويوم بعده كان ذلك أكمل وأفضل أقول ينبغي أن يحرص المسلم على اغتنام هذه الفرص فإن العمر قصير والإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل ربما يكون أجله قريبا وهو لا يشعر ومقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا مقام قصير وابتلاء واختبار له إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور فالموفق من اغتنم عمره في طاعة الله عز وجل سعادة الإنسان الحقيقية إنما هي فيما بعد الموت عندما يدخل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإن هو فرط ومضى عمره في لهو وفي غفلة شقية شقاوة عظيمة ولهذا عندما يموت الإنسان ويرى الأهوال العظام في يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي يرى أن حياته الكاملة أن حياته الحقيقية إنما هي الحياة في الدار الآخرة وليست الحياة في هذه الدار القصيرة فأقول أيها الإخوة ينبغي أن نقترم هذه الفرص وأن لا تفوت علينا وأن نحرص على صيام عاشوراء وأن نستكثر من صيام النافلة في هذا الشهر طيب هل ورد فضل آخر لعاشوراء غير الصيام؟ الجواب لم يرد لم يرد في السنة أن لعاشوراء أي فضل سوى الصيام وما جاء يعني ما يردده بعض الناس من أنه يستحب التوسيع على الأهل ونحو ذلك هذا كله لم يثبت فيه شيء ولا أصل له فليس هناك خصوصية لعاشوراء إلا فقط في استحباب صيامه والمسلم عليه أن يحرص على اتباع وأن يبتعد عن الابتداء فخصوصية شهر محرم إنما تكون في الصيام وفي الاستكثار من الصيام في هذا الشهر وأيضا خصوصيته في كونه أحد الأشهر الحرم الأربعة وأنه ينبغي أن يبتعد فيه المسلم عن المعاصي فلا تضيموا فينا أنفسكم وإن كان هذا مطلوب من المسلم في كل وقت لكنه يتأكد في الأشهر الحرم ومنها شهر الله المحرم ومع ذلك يبقى شهر محرم كبقية شهور العام لكنه يتميز بهتين الخصيصته خصيص الأولى فضل الاستكثار من صيام النافلة فيه وبخاصة صيام عاشورا والفضيلة الثانية كونه أحد الأشهر الحرم الأربعة أسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته